يا هلو جدغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بديت المقطع صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد إذا لم تشترك في القناة انزل الحين واشترك وفعل جرس تبيات لا تفوتك المقطع الاسطورية اللي جاي في الطريق وخلك من أوائل الناس اللي يشوفونها وزيك كده يا جماعة نعم الله لا تعد ولا تحصوا هذا الشيء مفروغ منه وكلنا نعرفه لكن اليوم مقطعنا عن النوم نعمة النوم كلنا نعرف أن الواحد إذا هو يلاحظ نفسه أساساً إذا ما نام تضخم عنده المشاعر مشكلة تافهة بسبب أنه يعني مجهد وقاعد يومين صاحي من النوم يومين صاحي من النوم ايش؟ قاعد يومين صاحي يخلي المشكلة الصغيرة ذي كبيرة وممكن يجي اكتئاب وممكن يجي صح ولا لا ليه لأنه نوم يرتب كده مخاك يرتب امورك يشحنك طاقة جديدة فهي نعمة عظيمة جداً وأسأل الله أن ما نفقدها والله يسخر لنا النوم هذا لأنه والله تعبت فيه كثير في رمضان اللي راح لكن لله حكم فتخيل أن النوم هذا يا جماعة الخير تفقده فجأة تجيب تبقى تنام ما تقدر تنام زي الأرق تعرفون الأرق أغلب الناس يمرون في الأرق وهو يعتبر حالة عادية وتافهة ويعني متافهة منتشرة ولكن هل عمرك تخيلت أنه ما يجيك نوم أبداً بالسنين هذا هو مقطعنا لليوم فخلونا ندخل اليوم مع أول شخص فقد القدرة على النوم يا جماعة الخير ونقول لكم قصتها قبل ما نبدأ في أول شخص عندنا فقد القدرة على النوم أبغاكم تتذكرون أسماء الأشخاص وتكتبون في الكومنتات نهاية الحلقة مين أكثر شخص حسيت عن قصته من جد غريبة الشخص الأول اللي عند له يا عزيزي اسمه مايكل كورك كان مايكل مدرس في شيكاغو إنسان عايش حياته بشكل طبيعي جداً وكان ينام طول حياته نوم زي الفل وزي الحلاوة سيق أي إنسان ذاني فجأة مايكل أول ما صاره عمره أربعين سنة وهذا شيء ما له علاقة يعني أنه يسير أربعين يسير زيه لا بس أنا أقول لكم الأحداث الآن لحد يوسوس بالله فكونا وصل مايكل عمره الأربعين عام 1991 دخل الأربعين كده قال سلام عليكم يا أيها الأربعين فتأه صار يواجه صعوبة قوية جداً في النوم بدون أي آثار بدون أي حادثة صارت له بدون أي شيء ومع الوقت كل مال هذا الشيء يصبح أسوأ وأسوأ وأسوأ إلى أنه أصبح ما يقدر ينام نهائياً كان عنده أرق دائم أرق تام كانوا الأطباء في حيرة من أمرهم لما شافوا مايكل وما كانوا يعرفون إيش عنده في الأخير شخصوه بمرض التصلب المتعدد مع أن الأرق اللي عنده لا يعتبر من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد ولكن شخصوه بهذا الشيء وتصلب المتعدد اللي ما يعرف هو باختصار هو مرض من الممكن أن يعيق الدماغ ويعيق الجهاز العصبي المركزي هذا باختصار وطبعاً له أمراض أو أعراض ثاني كثير بس شخصوه بهذا الشيء المصيبة وين؟ لما أعطوه حبوب منومة تساعده على النوم يكون جسمه اللي لا يكسيرتاح زادت الأمر سوءاً وصار أخص يا جماعة الخير للأسف بعد ستة أشهر من هذه الحالة التي أصابته يوفى مايكل وهو في المستشفى ستة أشهر من الحرمان من النوم ونهايتها وفاه نسأل الله السلام يا جماعة الشخص الثاني اللي عندنا اللي فقد في قدرته على النوم هو اسمه جون آلان جوردن جون هذا كان يوم كمراه قهيدروس كان دافور بقلبنا العمينة كان ممتاز جداً وكانت درجاته في الأحياء والفيزيو والإلكترونية عالية جداً وهذا اللي خلاه يتوظف في شركة ألبان في إنجلترا جوردن هذا أو جون بعد عدة أشهر من الشغل في هذه الشركة فقد أعصابه بسبب السلامة لأنه كان يعمل في مختبر والمختبر يطلب أشياء سلامة لا يجب تلبسها خوذة، قفازات، ماسكات، أشياء زي كذا فجون طفش من هذا البروتوكول فقرر أنه يدخل المختبر حقه ويخرج ويستغل في هذه الأشياء الكيميائية بدون ما يلبس أدوات سلامة واستمر جون على هذا الأمر لمدة أسابيع ولكن بعدها لاحظ أنه بدأ يشعر بالتعب والإرهاب بسبب هذا الشيء، جاء له مرض بسبب هذه الأشياء الكيميائية استمر معه مدة سنتين وهو ارتفاع شديد في درجة الحرارة لكن الأسف بعد ما تعافي من هذا المرض لاحظ أنه ذاكرته تدهورت بشكل كبير ومع سار يتذكر كويس الشيء العجيب أنه جون بعد ما راح عند الطبيب عشان يفحصه قال له الدماغ عندك ما في شيء أمورك زي الفلد هذه لشي تذكر حقيتك فيها نكس أو أنك متنسى أو أنك ما تذكر أشياء ازدادت الأعراض النفسية والجسدية في جون يا جماعة الخير ألين وصل عام 2006 وهنا موضوع الحلقة في عام 2006 بعد الأشياء اللي صارت لجون هذي كلها فقد القدرة على النوم إطلاقا يا جماعة الخير وكان يقول جون أنا توقفت على النوم إطلاقا ما عصرت أقدر أنام وإذا أبغى أرتاح أو أحس أني أنا مرهق ما أقدر أنام ولكني ألجأ أني أروح أنسدح على كرسي أو على سرير وأقعد أتأمل وأقعد أفكر في أشياء بسيطة وتأملات باختصار يسمونه استرخاء أو تأمل وهو لا يغني عن النوم نهائيا ولكن يقول هذا اللي كنت أسويه ولا أقدر أنام أبدا في المقالة هذه جون وصل عمره 40 أنا مدري مقالة هذه كم لها سنة يعني كم عمره الآن بالضغط ما أعرف للأسف ولكن هو في المقالة هذه وصل عمره 40 وللأسف جاله زهايما وزادت المشاكل في الذاكرة عنده فهذه قصتنا الثانية للجون يا جماعة الشخص الثالث الذي عندنا قصته عجيبة يا جماعة الخير اسمه الرجل الذي لم ينام أبدا هذا اسمه المعروف في هذا الوقت ألبريت هربن يا جماعة الخير شان اللي قلت اسمه صح ما كنت جبت العيد يا رب أو مثل ما يسمونه آل هيربن ألبريت أن ولد في عام 1862 في فرنسا فجأة أعلن ألبريت يا جماعة الخير ذاك الوقت أنه لعشر سنوات ما نام أبدا كذا أعلن فجأة أي جماعة سلام عليكم تروا أنا لي عشر سنوات ما قد نمت أوكي أوكي وعرفت المدينة هذهك وقته أنه الرجل الذي لا ينام أبدا تخير يا جماعة الخير الشخص هذا توفي عام كم؟ توفي عام 1947 عن عمر يناهز الأربعة وتسعين سنة يعني توفي عمر أربعة وتسعين سنة واللي كانوا حوله يقولوني كان يعيش بحياة رائعة وكانت أموره زي الفل وأسباب موتة اللي مات فيها كانت أسباب طبيعية ما هي بسبب عدم النوم اللي ما كان ينامه أخير يا جماعة الخير قصته عجيبة تكاد أنها ما تخش المخ بصراحة كم قاعد سنة؟ أربعين؟ خمسة واربعين؟ شيء عجيب يا جماعة الخير طبعا ألبريت وقتها قال نفس كلام جون لما جو قابلو قالوا أنت ما تنام أبدا قال لا لكن لما أتعب كل ما أسويه أني أستريح على كرسي عندي وأرود وأتأمل وأسترخي بعدين أبدأ يومي من جديد تخير يا جماعة الخير حاجة عجيبة جدا 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 خصوصا أنه ما صار له أي آثار جانبية مثل الأشخاص اللي راحوا جون أحسوه جاب فيه نفس العيد بسبب المواد الكيميائية بصراحة الشخص الأخير اللي عندنا في الحلقة اليوم هو الفيتنامي تاي تاي هذا جماعة الخير أشتهر بأنه ما نام لمدة 46 سنة 46 سنة تاي هذا ما يعرف شي اسمه نوم نهائيا واحد من الأشخاص اللي حول تاي يقول أنه أتوقع أنه تاي جتوا بعدها من القدرة على النوم بعد حمى أصابته بعدها صار ما عد يقدر ينام أبدا لكن قبلها كان ينام إنسان طبيعي جدا والعجيب في الموضوع أنه بعد ما أخذوا تاي هذا وبعد ما فحصوه وشافوا إش فيه ما كان يحمل أي أعراض مرضية وكان سليم عقليا وجسديا وكانت أمره زي الفل وفوق هذا كله شغلت تاي أنه يحمل كيسين من العلف الله يكرمكم ووزنها 50 كيلو ويمشي فيها مسافة 5 كيلو يوميا يعني ما ينام وفوق هذا الجهد عظيم جدا يسويه ومع ذلك ما يكتشفوا فيه أي حاجة لكن في عام 2006 تاي هذا طلع تصريح جديد ويقول أنا بدأت أحس أني كأني مثل النبتة اللي بدون موير وهذا بسبب قلة النوم اللي أحصل عليها وبس يا جبهة الخيرة هذه كانت حلقتنا اليوم أشخاص فقدوا القدرة على النوم الأشخاص هذول أسمائهم موجودة والمعلومات اللي شبتها كلها من وكيبيديا ومن مواقع أخرى يعني شيء عجيب جدا وشيء مؤكد وأنا ما أدري صراحة كيف قدروا ييعيشون حياتهم يعني لو كان مثلا متزوج يشوف عياله كده ينامون قدامه أطفاله ينامون هو شيء يجي يسوي وقتها أحس فيها نوع من الوحدة الغريب جدا اللي تحس أنك منت مثل هذول البشر الباقين حاجة عجيبة أسأل الله أنه لا يبلانا وإذا عندك أي مداخلة أو عندك أي حلوة مداخلة حسستني مكالمة يا يوسف لو عندك أي مشاركة أحب تقولها في الموضوع اكتب لي تحت في الكومنتات لو في غلط أنا غلطة اكتب لي تحت في الكومنتات وعدلي أتمنى مقطع لي ومعجبكم تسعطون للاك تبولي رأيكم على المقطع في الكومنتات كما أكم يوسف سبحانك الله وحمدك أشهد دون السفر تبوليك سلام عليكم